مرحبا بكم يا أجمل متابعين اليوم بكلمكم على موضوع جدا خطير يهم مرضى السكري اللي هو تقرحات القدم السكرية هذا الموضوع يزعجهم من الناحية النفسية وأيضا خطير وضار من الناحية الصحية إذا تطور الموضوع بدون تدارك هذا الموضوع بكلمكم عن شيء اسمه زيت الزيتون المعالج بغاز الأوزون جدا رائع لهذه مشكلة التقرحات القدم السكرية طبعا هو طبيعي هو عبارة عن زيت الزيتون طبيعي معالج بغاز الأوزون جميعكم تعرفون غاز الأوزون طبعا أجرت العديد من الدراسات ولاحظوا أنه فعلا خفت التقرحات وتم شفاء الجروح عند أغلب المرضى لذلك قررت أني أسوي لكم فيديو لعلا تحصلون على الفائدة الطريقة هي أننا ندهن مكان التقرحات بزيت الزيتون المعالج بغاز الأوزون وأنا نحذر أن يكون الأصلي مرتين في اليوم لمدة أسبوع وراح تلاحظون نتائج مبهرة طبعا كيف يعمل هذا الزيت 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 هو أصلا مضاد أكسدا قوي وأيضا مضاد للميكروبات فبالتالي راح يحسن من شفاء التقرحات وأيضا يساهم في تسريع عملية التقام الجروح وعدم بقاء الجروح مفتوح لأن بقاء الجروح مفتوح يؤدي إلى العديد من المشاكل الخطيرة لذلك إلى جميع مرضى السكري لا تحرموا نفسكم من زيت الزيتون المعالج بغاز الأوزون الأصلي لأنه رائع لجميع المشاكل كمضاد أكسدا وللقضاء على الميكروبات ولتسريع التقام الجروح جدا مفيد لمرضى السكري حاولت أني أختصر قدر المستطاع وشكرا لكم